ايه اعلى المحافظات في النمو السكاني او في الانجاب او في معدل السكان او بالترتيب كده اصيوت سهاج انا المينيا وبني سويف ارقامهم ايه بقى دي ارقام لكل الف نسمة يعني كل الف واحد في اصيوت اتولد فيهم ستة وعشرين وتسعة من عشرة سهاج ستة وعشرين وتلاتة من عشرة انا ستة وعشرين وتلاتة من عشرة المينيا خمسة وعشرين ونص بني سويف اربعة وعشرين وتنين من عشرة دي اعلى المحافظات وده طبقا للبيان الاخير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصى بنشكره على البيانات المفصلة اللي على طول بتطلع لنا عشان نقدر نشوف احنا رايحين فين اقل المحافظات في اعداد السكان بالترتيب بقى بورسعيد دوميات السويس ادى اهلية والاليوبية يعني تلاتةاشر ونص لكل الف نسمة في بورسعيد كل الف نسمة في دوميات ستةاشر وتمانية من عشرة السويس سبعتاشر واربعة ادى اهلية تمنتاشر والاليوبية تمنتاشر السعيد ليه الاعلى تفسير منطقي جدا كلما زادت معدلات الفقر كلما زادت يعني يعني تأخرت معدلات التعليم في امور كثيرة جدا لا علاقة بالوعي لا علاقة بالاقتصاد بالوضع الاقتصادي فنجد ان السعيد هو الاعلى التقاليد كمان العادات والتقاليد في الصعيد وفي الارياف كلها عموما الصعيد مش صعيد بس الصعيد والارياف كلها هنجد اكيد ان الريف اعلى كتير من الحضر رغم ان الحقيقة انه الحضر تغير وبقينا بنشوف اصر كتيرة جدا متتكلم في تلات اطفال ده بقى موجود كتير بنشوفه في الشباب بنشوفه في اصر متوسطة بنشوفه في اصر حتى مرتفعة بقيتها استغرب انه الاصر من الشباب بتخلف تلات اطفال فيعني ده برضو محتاج وقفة ومحتاج نفهم كيف تفكر الاسر كيف يفكر تفكر ليس فقط النساء ولكن النساء والرجال معا بالمعدلات دي احنا حنصل ل 165 مليون نسمة 2050 بنقول الكلام ده ليه ده كلام مش جديد ولا علاقة له مثلا بتبرير الازمة الاقتصادية عشان ما حدش يقولك اه ما انتوا بدهاروا علشان ما عطل الازمة الاقتصادية لا الحقيقة ده كلام احنا بنقوله بالي كتير جدا الازمة الاقتصادية لها اسباب اخرى خارجية وداخلية لا علاقة لها يعني قصة الموليد والسكان دي احنا كلام بنقوله من زمان جدا من فترة طويلة